الموسى أكثر الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين نشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيتي الطيبين الطاهرين أما بعد فمرحبا بكم مشاهدي قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها الإخلاص وأن يرزقنا فيها العمل الصالح وأن نعمل بما نقول وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أحباب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها إنما تعانيه الأمة الآن من الأزمة التي أعمت وحلت بالبلاد والعباد ألا وهي أزمة فيروس كورونا فيروس كورونا الذي أرعب العالم وأفزع العالم في كل مكان وأجلس معظم الناس وعطل المصالح والدنيا كلها إلا مرحم ربي ومن ضمن ما عطل فيروس كورونا وكان ذلك من الاحتياطيات التي أخذت بها الدولة وخاصة وزارة الأوقاف المصرية تعطيل شعيرة الصلاة في المساجد بالنسبة للجماعة تعطيل شعيرة الجماعة في المساجد لكن حتى لا يكون المعظم أو كثير مننا في هم وغم مما حدث دائما وأبدا نقول المؤمن دائما يستبشر برحمة الله سبحانه وتعالى المؤمن دائما وأبدا يعني عنده الإيجابية ويتعامل في أحلك وأصعب الظروف أصعب الظروف لا بد أن يتعامل فيها المؤمن بكل إيجابية وبكل آريحية لأن أمره بين يدي الله سبحانه وتعالى المؤمن يا جماعة أمره بإذ ربنا سبحانه وتعالى وغير المؤمن كذلك لكن المؤمن طبعا عشان خطر إيمانه بالله سبحانه وتعالى وإيمانه بالقدر والقدر فتلاهي الشخص الأكثر يعني تعامل إيجابية ويستبشر برحمة الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الاستبشار في القرآن الكريم قال الله وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنط وينشور رحمته فإن شاء الله لا نقنط لا نيأس أزمة وعتمر وقت وعيمر إن شاء الله وسترجع الدنيا في سلام وأمان إن شاء الله فحلقونا لحضراتكم من وزارة الأوقاف مثلا اتخذت إجراء من ضمن ما اتخذته الدولة في الاحتياطيات أو التعامل بحضر مع هذا الفيروس أو هذه العدوى عدوى كورونا أو فيروس كورونا تعطيل شعيرة الصلاة في المساجد في جماعة طيب بعض الناس هنا حزين وزعلان ومدايا وقول لك طب ليه عطلتوا ليه المساجد ليه 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 نقول له لا تحزن لا تبكي كبار الصحابة تعاملوا في مثل هذه الأمور وصلوا في بيوتهم وجاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في بيوتكم في الليلة المطيرة فإذا كانت ليلة مطر والصحابة صلوا في بيوتهم بأمر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة فعلوا ذلك فده أجدر وأولى بنا أن نحن نصلي في بيوتنا خاصة في الأزمات وفي المشكلة اللي إحنا فيها دهيت ودهيت من ضمن الأخذ بالأسباب وربنا هو اللي أمرنا أن نأخذ بالأسباب فما يجيش واحد بقى يقول لنا أنت تقول ده بتعطل الصلاة لا من قال أننا نعطل الصلاة من قال أن الصلاة تعطل أنت تصلي في أي مكان الصلاة لا تعطل في أي وقت وفي أي صرف إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في حالة الحرب إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في حالة المرض إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة وأنت يعني في كل أحوالك أنت مأمور بالصلاة فإن خفتهم فرجالا أو ركبانا دائما وأبدا أنت مع الصلاة فما حدش بولك مش عتصلي أنت تصلي لكن أنت أخذ بالأسباب يا جماعة فعشان بس نكون إحنا مطمئنين للحتة دي وما يكونش في بلبلة وتشعب عندنا طيب ما هو أصلا الكلام ده حدث على أيام سيدنا موسى عليه السلام يعني الكلام ده أصلا موضوع الصلاة في البيوت يا جماعة والأخذ بالاحتياط خاصة في ساعة الخوف وساعة الهلع والفزع والكلام ده كله ده حدث يوم سيدنا موسى عليه السلام لما سيدنا موسى ومن معه خافوا من فرعون وبطشي فربنا سبحانه وتعالى قال أمرهم وقال إيه وحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوته واجعلوا بيوتكم قبل واجعلوا بيوتكم قبلة يعني اجعلوا بيوتكم أماكن تصلون فيها في حالة الخوف وإحنا طبعا في حالة خوف زي ما أهل التخصص بيقولوا أهل التخصص أدرى أهل الطب وأهل التخصص مادرة بيقولوا إحنا فروع بحنا في مشاكل لازم ناخذ بالاحتياط فمن ضمن ما أخذت الدولة أخذت بموضوع تعطيل الجماعات والتجمعات في كل مكان ومعلوم أن التجمعات والجماعات على رأسها صلاة الجماعة في المساجد فإحنا عايزين ناخذ الموضوع بكل يعني إيجابية إن ده من أوامر الدين محدش بيفت برأيه لم هيئت كبار العلماء طلعت بالفتوى ديه وطلعت الفتوى واضحة جدا بجواز الصلاة في البيوت وترك صلاة الجماعة إذا كان هناك خطر فإحنا عايزين نتقبل هذا الأمر بكل إيه بكل آريحية طيب وعايز نقول يا جماعة دي فرصة كبيرة وقد تكون رحمة إن إحنا بنصلي في بيوتنا الأيام دي واحد أقولي الرحمة الزاعم الشيخ وعنا سيبنا المساجد يا سيد الفاطل أنت والله لو جددت نيتك وجددت العهد مع الله سبحانه وتعالى وقعلت أعدتك في البيت وصلاتك في البيت في الأزمة أو في الوقت اللي إحنا فيه دهوت لو جعلت أعدتك واستثمرتها مع أولادك فيها النفع أنت النهاردة شايف الدنيا وشايف المشايخ الخادت الناس وشايف عالم الاتصالات وعالم التكنولوجيا والفيسبوك وتويتر وغيرهم وسائل الاتصال التي ألهت الكثير ولا حولها ولا قواتها إلا بالله فتلاقي نهاردة الواحد ما عادش يقعد مع ابنه الستة ما عادش يقعد مع ابنتها كل واحد مسك الفيس كل واحد في حاله الأب مشغول في الحياة وطواحين الحياة وهموم الحياة بره فمعادش يقعد في فرصة أن نعلم أولادنا حاجة في أمور دينهم نعلمهم شوية أداب وشوية أخلاق ونركز على الحاجات دي يا جماعة فإحنا بنقول لعلها خير لعلها خير وعسى أن تكروا شانا وخير لكم استثمر الأعدة الأيام دهيت في بيتك يقول أنت حزين أو أنت مبصليش في جماعة في المسجد استثمروا وصلب أولادك علمهم إزاي صلك معا معاك علمهم إزاي توضوا علمهم إزاي صلوا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر قال علموا أولادكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المطاجع فإنت النهاردة بتعود تعلم أولادك الصلاة لأن أنت قتلك الفرصة هي تتعود معهم لأن أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أولادك كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته قال الله يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فأنت النهاردة بيت لما تعود تلك الفرصة بيتعلم أولادك وزوجتك وأخواتك واللي خصك في البيت تعلمهم النهاردة أحكام دينهم فده شيء جميل أنا أعتقد أن دية فرصة أعتقد أن دية منحة وليست محنة هي قد تكون محنة في الظاهرة قد تكون مشكلة كارسة بتاع لكن إن شاء الله إن شاء الله في باطنها الخير في باطنها الخير إن إحنا نستثمر الوقت دهوت زي ما إحنا قلنا في بيوتنا جماعة طيب دا كان تعقيب بسيط بالنسبة للصلاة في البيوت هذه الأيام بالنسبة للجماعة طيب في لقاء سابق تكلمت من حضراتكم عن فلسفة الصلاة في الإسلام ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة علينا وقلنا إن لها مزايا كبيرة جدا وفلسفة يعني المؤمن لو يفهمها فعلا أنا عايز تشعر وعايز تأكد إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه إن ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه يريد له الخير يريد له الخير أنه فرض عليه الصلاة قلنا فيها منافع كثيرة عشان ما نطولش ويرجع تاني الكلام دا موجود في حلقة سابقة لكن عايزين بقى أن ندخل شوية ونأكد على شوية كده أو بعض الأخطاء في الصلاة اللي احنا نخلي بل منها سواء ما أنت عتصلي في بيتك كده كده أنت بتصلي ما حد شعلك مش عتصلي الأيام دي إذا أنت الله سبحانه وتعالى فرض عليك الصلاة لا تترك في أي وقت ولا في أي محنة ولا في تصلى حسب الاستطاعة حسب الاستطاعة فحدة النهاردة مثلا بنقع فيه أخطاء كثيرة عندنا مشاكل بعض الناس محتاجة تفهم أمور دينها بعض الناس بيفعل خطأ في الصلاة ممكن يبتل الصلاة البعض بيفعل خطأ في الصلاة بيظن أنه لو فعله أو وقع فيه بطلة صلاته مع أنه ممكن يكونش صلاته بطلة ولا حاجة فعشان كده احنا بنفتح المشاركة مع حضراتكم في أي جزئية تتعلق بالصلاة أي إشكالية أي استفسار لك في موضوع الصلاة احنا إن شاء الله نسمع ونجيب بإذن الله لكن في البداية لو خدنا كده جزئية معينة تتعلق بالصلاة فخلينا مثلا ناخد شروط صحة الصلاة شروط صحة الصلاة أنا عشان أصلي وتكون الصلاة صحيحة عشان تكون الصلاة صحيحة متقبلة إن شاء الله لها شروط لها شروط تسمى شروط صحة لكن أنا عندي أركان الصلاة ودي إن شاء الله في آخر الحلقة نتكلم عليها في فرق بين شروط صحة الصلاة أو شروط الصلاة وأركان الصلاة لازم نفهم دي كويس لأن الأركان يا جماعة لا تتم الصلاة إلا بها لازم الأركان تؤديها كاملة عشان الصلاة تكون مقبولة إن شاء الله لكن شروط صحة الصلاة ببفاة تفاوت أحيانا لو في شرط مثلا خلينا به أو حدث فيه مشكلة فهنا ممكن بنلاقي مخرج والضرورة بتقدر بالقدر إذا ما إحنا نشوفه ونتابع مع بعض طيب إحنا عندنا أول شرط من شروط صحة الصلاة الفقهاء يعني تقريبا تتفقوا على خمسة شروط لصحة الصلاة مش عايزين ننسي خمس شروط لصحة الصلاة أول شرط معانا من شروط صحة الصلاة قال لك دخول الوقت دخول الوقت يا جماعة إن أنا أتيقن وكون عارف إن وقت الصلاة حان وجب هنا دي بداية شروط صحة الصلاة يعني معناه كلمتين دولة إيه؟ معناها إن أنا ما نفعش قبل الصلاة صلي زي ما معلوم يعني معناه مثلا لسا العصر لم يؤزم بعد أو الظهر أو بتاع وجاء أنا أصلي قبله؟ لا بالصلاة هنا إيه؟ فقدت شرط من شروط صحتها فأنا بتيقن الأول بدخول الوقت والنهاردة دخول التيقن بدخول الوقت ده خلاص معروف الحمد لله النهاردة الأزام في كل مكان عبر الإزاعات والمحطات في المساجد يعني حتى لو ما نستمع المساجد النهاردة عن طريق الساعة معناه اتصال يا أخي محمد تفضل قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي كفضلتك عم الشيخ تفضل يا أخي محمد الله كريمك حبيبي تفضل إحنا فضل من السؤال بتاعنا يعني لو في صليت الصلاة وحصل صحوة أو نسيت سجدة هل ربنا يتقبل مني فعلا وكملت الصلاة بتاعت كاملة بإذن الله هل ربنا يتقبل مني ولا أرجع إيدي الصلاة من الأول تاني لو نسيت إيه؟ فرض ولا سنة؟ فرض نسيت فرض المفروض الصلاة آه طيب تمام تمام يا أخي محمد ماشي ماشي حاجة تاني؟ لا شكرا يا أخي فرض اللي حبيب فرض يبقى بنقول يا جماعة طيب خلينا نجاوب الأول سؤال بسؤال برضو عشان ما ننساش حاجة أخونا محمد بيسألنا بيقول لو أنا بصلي ونسيت حاجة في الصلاة وافتكر وتذكر بعد ما خلص الصلاة افتكر نقول له بقى أنت اللي انت افتكرته في الصلاة ونسيته هو فرض ولا سنة؟ عاي يقول لي يعني يا عم الشيخ ما عايز نعرف الفرائض والسنن ما هيدي فعلا مفروض الحلقة النهاردة إن شاء الله بتكلم عن حاجات زي كده وصي يا أخي محمد الفرائض بيختصر شديد عندنا النية إنك بتنول الصلاة عندنا تكبيرة الإحرام عندنا القيام في الفرض إنك تصلي قائم خاصة في صلاة الفرود لكن النوافل ده يجوز لك أن تصلي قاعدة ولكن نصف الأجر عندنا الفاتيحة قراءة الفاتيحة عندنا الركوع الرفع من الركوع عندنا السجود عندنا التشاهد الأخير مش التشاهد الأوسط يا جماعة خلي بالك التشاهد الأوسط اللي بيكون بين 4 ركعات بعد ركعتين أو في 3 ركعة زي المغرب بعد ركعتين التشاهد الأوسط ده سنة يا جماعة لو أنا نسيته لا يبتل الصلاة ولا أي مشكلة إن شاء الله بس يستحب لي أن أنا أجبر ذلك بالسجدتين سهل فهو سؤال هنا إن كنت بتسأل عن شيء فرض من اللي احنا قلناهم دولة نسيت ركوع نسيت سجود نسيت إنك تقرأ الفاتحة نسيت إنك أنت تشهد أخير نسيت أي أمر من هذه الفروض يبا أنت هنا لابد أن تأتي بالفرض لابد أن تأتي به مرة ثانية يعني ذلك سبت ركوع مثلا أو نسيت ركع أو نسيت سجود تيجيب سجدتين تاني أو تيجيب الشيء اللي أنت سبته في الصلاة أو نسيته أو يعني سهيت عنه تيجيبه وبعد ما تصلي وتسلم تيجي ساجد حضرتك سجدتين سهوة سجدتين سهوة وتيجي مسلم تاني يبا أنت كده إن شاء الله ما فيش مشكلة لكن بالنسبة للسنن أحيانا لو أنا سبت سنة يعني حتى لو أنا ما سجدتش سهوة إن شاء الله لا أحرج علي يبا بنقول يا جماعة في شروط صحة الصلاة العلمي بدخول الوقت إن أنا أتأقن إن الوقت دخل علي ربنا سبحانه وتعالى عمرنا في القرآن الكريم فقال حافظة يعني قال ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلى أخي محمد فضلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا مرحبا هناك سؤال بعد إذن حضرتك تفضل سأبنطلل اليومين ده بقى في البيت جماعة مع عيالي وزوجتي حلو فالمفروض أن أصلى أنا الإمام بهم مثلا عشان أولادي إنهم الكبير عنده 12 سنة تمام هو حافظ القرآن ينفع خليه بقى الإمام مكاني جميل ما شاء الله يعني عنده 12 سنة تقريبا أيوة طيب تمام يعني سؤالك هنا ينفع قدم ابني صلى علي ولا لا صح كده أيوة وكمان إن لما نيجي نصلى أنا وأولادي وزوجتي نرتب الصفوف إزاي هل زوجتي تقف مثلا مع الأولاد ولا أنا وراه طيب تمام تمام الله يبرك لك ماشي ربنا الجزء خير يا شيء شكرا اتفضل يا حبيب اتفضل محمد السلطان اتفضل ما شاء الله المحمدون كثيرون عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخي محمد محمد معي أنا محمد 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 عليك اتفضل تفضل سلطان محمد تفضل ايفل ايفل لو سمحت الشاشة واسمعنا من التليفون أفضل سؤالي ما هو قيمة الصلاة فيما هو؟ ما قيمة الصلاة فيما؟ ما قيمة الصلاة فيما؟ السؤال يعني بيسأل جامع الصلوات قصدو يعني طيب ماشي طيب الأغتزين طابلت السيخ أنا أمي بتختل كله أو زكت الدائل ربنا يشفيها فيه والله مصلى لسيدنا محمد يعني عزكت الدائل ما عبنا يسهمنا الأمور يعني هي بكرة نساء الله بإذن الله رحها حاضر حاضر يا رب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاءا لا يغادر سقما آمين آمين والجميع يؤمن إن شاء الله اللهم شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين هي وجميع مرضى المسلمين واحفظ يا رب بلادنا من كل شرنا وكل دائن ومكروبا يا رب العالمين آمين يا رب والسؤال الثاني يعني هي المسألة لسيدنا محمد يعني ما قادرة تصلي مش قادرة تصلي اه مش قادرة تصلي يعني هي رجلها واجعها اه تصلي إزاي أصدك يعني تمام تمام بس يعني تصلي هي وقاعدة على السريج تصلي أو قاعدة على السريج كده ودل وقت يعني تمام وهو المطلوب وإثباته المهم تصلي يا أختي زينة المهم والتتك ربنا يا شفاء وعفيها لا تترك الصلاة ويا جماعنا بنأكد رحي تدية الجماعة المرضى ربنا عفيهم لما بيجي لهم مرضى ولا بتاعدوا في الفراش تلاقي معظمة بسيب الصلاة لا يا جماعة انا ممسيبش الصلاة هتقول لي تمام أنا عام الشيخ انا مركب بتاع دي كانون اولا مركب مش عارف حاجة محمد احمد تفضل تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته منفضلك أنا 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 كبير في السن عندي خمسة وستين سنة اه لما بصلي بعد ما بخلص الصلاة وعمل تحية أنسى أفتكر أن أنا في حاجة ما عملتهاش أه وأفتكرها بعد 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 ما 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 خرجت بالصلاة خالص أعمل إيه سيبت التشاهد أصدك ممكن أكون ما 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 لا ممكن تبقى واسوسوسة وممكن أبقى متأكد لا يا حبيبي لو وسوسة لا تترك للشيطان مجالا استعز بالله وإن شاء الله صلاتك صحيح بإذن الله لكن إن كنت غالب على ظنك وليست وسوسة إنك سبت التشاهد إذا أنت قلت التشاهد تقريبا تشاهد لو تشاهد لا ممكن بتبقى السجدة سجدة من السجدات لا لا لازم تجيبها حبيبي تاني الشرط تجيب ركعة تاني طيب أنا ما 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 خلصت خلصت ومشيت خلصت ومشيت صح كده اه تصليها تاني فزاك وقتها إذا ذكرتها طيب في 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 السجدتين النسيان دول بقول إيه في وانا ما عنديش ذكر معين والله أعلم ورد عن سيد النبس سلام لكن انت بتسبح تسبيح السجود سبحان ربيا الأعلى ثلاث مرات اه وما فيش مشكلة يعني تسبيح واستغفار عادي خالص يعني شكرا الله يخليك شكرا تحت أمرك تفضل تفضل بادر تفضل أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولاني تفضل حبيب اه اولا كده جزاك الله خير عنا وعن يا عرب امين والمشاهدين اللي بتبع حضرتك امين يا رب الله وما امين يا رب بنسبة الغلق المساجد بنسبة الغلق المساجد والمسجد النبو والمسجد الحرم والكعبة والحجر ما تتكلمنا عن الموضوع ده اشيء حاضر ما احنتكلمنا في اول حلقة قلنا دية سنة الهية وكونية ما عليش ما كنتش ما كنتش متاعر لا يا حبيب احنا اتكلمنا عادي يعني يا شيف التواف بالكعبة اه طيب ماشي وصل للسؤال حاضر ماشي 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 عاضر حاجة تاني ماشي اتفاضل اخيبات حاضرك وقفونا جماعة تصدلوا سمعتوا شوالا ما بس عشان نعرف نجاوب عن الناس ماشي اه كان اخونا محمد محمد اخونا محمد كان بيسأل اه هل يجوز تقديم الصلوات والجمع خاصة في يعني يمكن هو اصله في الظروف اللي احنا فيها ديته اللي ما اعرفش لكن احنا بنقول لو انت بتصلي في بيتك خلاص انت النهاردة اصبح يعني مناط الصلاة ومكان الصلاة انت ليست في سفر انت النهاردة عندك البديل المساجد مغلقة هذه الايام لضرورة شرعية وضرورة طبية والشرع بيدعمها مؤكدت ما عندناش مشكلة متقبلين ان شاء الله بكل اريحية مستبشرين برحمة ربنا وان احنا كده ان شاء الله يعني بناخذ بالاساليب والواسال اللي ربنا امرنا به اندي امر ربنا لكن انت ان كنت عايز تتكلم عن الجمع فجامع الصلاة بيكون بشروط وظروف معينة في كل اوقات بنجمع بنجمع لو في حالة مطر لو في حالة مطر شديد ووحل وكلام من ده كله يبقى بنجمع الصلاةين على بعض جامع تقديم او جامع التأخير مع بعض يعني نصليهم مع بعض يعني نصلي مثلا الزوء العصر مع الظهر جامع تقديم او نأجل الظهر مع العصر جامع تأخير والجمع يا جماعة بكون في الصلاة في الصلاة الربعية او القصر بكون في الصلاة الربعية الحالة التانية لو انا في حالة صفر وده معروف طبعا لو انا في حالة صفر بنجمع الصلاة ونقصر الصلاة بفيش مشكلة لكن ده نهاردة احنا قلنا انت بتصلي في بيتك بتصلي في بيتك الايام ديات تجمحها ازاي؟ لا بتصليها في وقتها طيب ما عندكش ضرورة وعندك ايه سفر او مشابه طيب كان برضو اخونا محمد بيسألنا سؤال تاني اللي هو جمع الصلاوات قلناه التقديم والتاخير قلناه الأخت زينة بتسأل عن حكم الصلاة بالنسبة لولدته ربنا يشفاه وعافيها إن شاء الله والدتها كده صاحبة عزر في الفقه الإسلامي بتصلي على هيئتها وعلى حالتها ما استطاعت على قد ما تقدر تصلي تصلي عا تقدر تصلي وهي واقفة فبها ونعمة قائمة مش هتقدر يبقى وقع معنا أول ركن كده لم يتحقق لكن العزر الشرعي سقط مني لهذا الركن يبقى بتصلي قاعدة إن لم تستطع تصلي قاعدة فتتصلي يعني جالي مستلقاء على ظهرها إن لم تستطع أن تصلي حتى هي مستلقاء على ظهرها تصلي برقبتها بالإماء إن لم تستطع تصلي بعينيها إن لم تستطع تصلي بقلبها المهم يا جماعة المؤمن لا يترك الصلاة أبدا سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه ورضاه أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كانت بي بواسير كانت بي بواسير وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصلي فقال أصلي قائما إن لم تستطع فقاعدة إن لم تستطع فعلى جنب المهم تصلي وإحنا بنأكد علاجة مع أصحاب المرض أصحاب المرض ربنا يعافيهم طريحي الفراش ما تسبش الصلاة إن دي أمرك في ربنا عايجي بقى الإشكالية هنا واحد يقول لي ودي طبعا إحنا بتكلم في حكام الصلاة النهاردة وفيقي الصلاة الكلام بيجيب بعضه وفيش مشكلة خالص عايجي واحد يقول طب ما أنا عندي المريض أو أنا مريض أصلي الزوانة يعني شروط الطهرة ليست متحققة هو في حاجة خارجة من جسمه كيس طالع من جسمه بينزل الفضلات أو الحاجات اللي احنا بيشوفها في المرضى دي ربنا عافيما رب فهو هنا متحرج فيقول لك لا لا كده باش أصلي خلص أستنى بقى لما أشيل الحاجة دي وارجع بيتي وارجع عادر الطهر نقول له لا صلي صلي على وضعك ده صلي حتى لو الشيء ده هو موصول بك أو خارج من جسمك لأن النهاردة هو أصبح بيحل محل المسانة وبيحل مكاني البولو في بطنك فأصبح هو الفكرة بس أنه هو انتقل برا لفترة خاصة الجماعة بتوع اللي بشتيكوا مثلا من أمراض الكلة والحاجات دي والبولو والكلام ده كله فإنت لاعز رجع تصلي تصلي يا جماعة واتطهر إزاي على قدر استطاعتك إن قدرت الناس اللي جنبك أو المرافق ليك بيجيب لك شوية مية تقدر تخسل أعطائك كان بها طيب أنت ما قدرتش نظرا للي عندك عضو ربطه أو في حاجة مشكلة أو في عضو متألم أو بتاع بتمسع عليه ما قدرتش تمسح على قدر استطاعتك أنت لو غسلت يديك وجهك على قدر استطاعتك المهم المهم لا نترك الصلاة يا أحبة فالأخت زينة توصي والدتها إن شاء الله إن هي تصلي أحمد فضل فضل يا أخ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منور الشاشة فضل الشيخ ياسر ومشرفنا كلنا ومشرف دفعتنا كلها الله يبارك لك حبيب الله يبارك لك الله يبارك في حضرتك بنتطلب من حضرتك الدعاء طبعا للأمة الإسلامية وللالبلاد كلها ربنا يكشف عننا الضر والبلاء اللهم أمين سوز أحمد مين معايا؟ أحمد مين معايا؟ معاك أحمد نصر إبراهيم حبيب مولانا الشيخ أحمد يا سيدنا هذا مدخلة كبيرة وشرف كبير يا مولانا ربنا يرفع قدرك يا مولانا الله يبارك في حضرتك وحضرتك مشرفنا دائما والله يرفع قدرك يا حبيب ربنا ارزقنا الإخلاص وتقبل منا يا رب حبيبنا الشيخ أحمد جزاكم الله خير يا مولانا تفضل يا حبيب جزاكم الله خير السلام عليكم عز السلام عليكم والسلام عليكم طيب محمد تفضل أخي محمد أم محمد أم محمد ما هي صلاة الاجتماع؟ ما هي صلاة الاجتماع؟ الاستماع الاستماع؟ او انا اول مرة اسمع عن صلاة الاستماع دي لو انت وضحينا السؤال شوية لو فيه حاجة عربه لنا عن كده شوية ايه الاستماع مش فهم؟ اوو انا كان قال etf والاستماعين انISSA العطوصل الاستماعين يعني الاستماعين حضرك يعني بيستمع للمسجد وبيصلي مثلا ايه الاستماع مش فهم انا؟ black honor لا اتأكد حضرتك شوف تقصيدة ايه بالسؤال لكن انا ما عنديش حاجة اسمها صلاة الاستماع انا عندي صلاة اسمها صلاة الخوف صلاة المسافر صلاة السنة صلاة الفرق لكن انا انا اسمها الاستماع دي انا اشجازكم الله خير احنا قلنا احبتنا من شروط صحة الصلاة العلمي بدخول الوقت طيب عايقي واحد يقول لي انا في صحرا يا عم الشيخ انا في مكان بعيد لما معيش لساعة والدنيا تاه معايا ولا ولا سمع احد يبأزن حواليا ولا الكلام ده كله نقول له اكتهد محمود فضل السلام عليكم عليكم بالسلام ازدكا من الشيخ ياسر يا مرحب اهلا محمود حبيبي ازا الصح يا مرحب الله يخليك محمود حبيب الله يبرك لك شيخ محمود الله يبرك لك الشيخ ياسر اغبرك ايه يا حبيب الله يصورك ربنا نرفع قادرك شيخ محمود زا حدريدك الله يبرك فيك يا نيادو وربنا كده الشيخ خاسر ان ربنا يكسف عننا الغمان ان شاء الله ستزول يا شيخ محمود انت راجل انت هل تخصص وهل شارع وفايم الكلام ده كل دي ان شاء الله أزمة وستزول ان شاء الله لكن احنا بناخذ بالاحتياطات جماعة ونتبع أوامر الدولة لان أوامر دولة متفقة أوامر الدولة متفقة مع أوامر الشرعة يا جماعة بلاش بقى نجازف بلاش ان احنا نستهتر وان شاء الله أزمة ستزول يا شيخ خاسر لو سماحت والله تفضل يا مولان بالنسبة للي يصلي في البيت هتوحسب آه جميل سؤال جميل الله يبارك لك ما شاء الله سؤال رائع الله يبارك لك الصلاة في البيت في الأوقات اللي حنا فيها دهيت آه جميل خلص السؤال ده يا جماعة كتير من أحبابنا حزين وزعلان لغلق المساجد وصلاة الجماعة نقول له أبشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصلي في ممال الحديث اللي كان بيصلي صلاة وحال عزر بينه وبين الصلاة كتب له الأجر إن شاء الله وهو مقيم صحيح يعني كان بيصلي صلاة جماعة في وقته وقلبه معلق بالمساجد لكن الظرف اللي احنا فيه دهوت فإن شاء الله أبشر يا أخي أنت إن شاء الله بتعامل بنيتك أنت إن شاء الله يكتب الله سبحانه لك أجر الأيه يكتب الله أجر ما كنت صحيحا مقيما كما قال صلى الله عليه وسلم فنستبشر يا جماعة إن شاء الله وأهم شيء نحافظ على الصلاة في بيوتنا زي ما احنا قلنا ونستثمر ونعلم أولادنا الصلاة في الفترة دي إن شاء الله كنا بنقول من شروط صحة الصلاة دخول الوقت طيب بعد دخول الوقت بيجينا شرط تاني عشان بص الوقت بتاع الحلقة اللي هو الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر مهم يا جماعة جدا نفهم الجزئة دي ده كلام فقه موجود في الكتب لكن البعض مش فهمه أو يعني مش عايش أوي مع الكلام فبنستهتر أحيانا بموضوع الطهارة دي نستهتر أحيانا بموضوع الطهارة يعني أقولك فيه استهتار إزاي مثلا مثلا يعني على سبيل المثال أعزكم الله واحد دخل الحمام قضى حاجته قضى بولة مثلا ثم قام وخرج من الحمام وأحيانا بينزل هنا شيء نجس بعد قضايا الحاجة أو بعد الاستنجاء قد ينزل شيء نجس أيضا من بول أو ما شابه فيصيب السياب بتاعتنا هنا نبي معلمنا عشان نخرج من هذه الوسواسة وهذا الشاك وهذا الأمر إن أنا أنضح الثوب أنضح المكان ده اللي هو المناسق للعورة أو القريب للعورة أرش بالمياه كل فترة كده أو كل وقتين ثلاثة اعمل رشة مية كده أو بخة مية في هذا الجزء حتى لو حدث مثل هذا الأمر فإن شاء الله تكون أنت إيه يعني في أريحية وما فيش وسوسة طيب طهارة من الحدث الأكبر والأصغر معروف أن أنا لازم أتوضع وضوء صحيح كامل ده يعني ده مشتروط أو أو المقدمات الصلاة اللي هو موضوع الوضوء أكون طهر من الحدث الأكبر اللي هو موضوع الجنابة طيب الإشكالية هنا والأسئلة في الجزء دي ممكن تكون إيه ممكن تكون واحد قال لي أنا والله صليت ذات يوم وأنا جنوب صليت ذات يوم وبعدما صليت تذكرت أن السياب بتاعتي كان عليها نجاسة السئلة من مثل هذا القبيل التعامل هنا إيه ربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج وقال صلى الله عليه وسلم رفعا أمات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال ربنا سبحانه وتعالى إلا ما تعمدت قلوبكم فما دمت أنا بان سابسه الكلام ده كله يبانا إن شاء الله عندي إيه عندي سعة من الشرع لكن ما دمت أنا قريب من الوقت وتذكرت أن أنا ما كنتش طاهر أعيد الصلاة تاني أعيد الصلاة سواء حدث أكبر أو حدث أصغر حدث أصغر هو البول أو البراز الأكبر طبعا أنه هو الجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة أو النفاس بالنسبة للمرأة أو دم الولادة ده مهم جدا برضو من إيه؟ من أحكام شروط أو من شروط صحة الصلاة بعد كده يا جماعة عندنا شرط ثالث اللي هو طهارة البدن والثوب والمكان وده يمكن متعلق أو قريب من الشرط الأولاني أتأكد يا جماعة في المكان اللي بصلي فيه أنا دلوقتي ماشي بالترتيب أوه حان وقت الصلاة إبا دخول الوقت طهارة من الحدث الأكبر والأصغر الحمد لله أخش بقى الحاجة الثالثة وركز فيها اللي هي طهارة السوب الثوب والمكان ربنا سبحانه وتعالى أقول واثيابك فطهر ده بالنسبة للسياب ربنا سبحانه وتعالى أمرنا يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلازم خذوا زينتكم عند كل مسجد فلازم إن أنا أستجمع وسائل الطهارة سواء طهارة سياب سواء طهارة مكان أتيقن إن ثيابي مفهاش طهارة وهنا السؤال يا جماعة اللي ممكن يجي في جزئية دهين واحد يقول لك يعني أنا جامعت زوجتي عبدو تفضل عبدو نعم تفضل أخي عبدو اسمعك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يستورك حبيب تفضل كل صنع وحضرتك طيب الله يبارك فيه وحضرتك بالصحة والسلام يا رب والنبع حضرتك بلوقتي استفصرنا حضرتك بك تفضل أخي عبدو سيابتك بتوضع بيجيني شاكت بالنسبة للوضوع ايوة بيجيني مسئولات كده إن أنا يعني مثلا صارع ريح مش عارد بيه كده خلاب بيقصدوا الوضوع حضرتك حضرتك صاحب عزر يا اخ عبدو يعني في عزر شارع معك زي سلس بولنفلات ريح مفيش الكلام ده لا سيابتك بيطلع لي حاجة زي موضوع ريح كده بس ما متوقعش يعني ده حاجة طلع كده يعني فيه حاجة زي كده ده معك ولازمة ليك على طول لا هو ملازمة معي على طول حضرتك بس ما فيش ريح حضرتك ايوة اخد بالي زي صوت زي حركة زي كده يعني استشعار يعني اه يعني زي شك كده حضرتك فيه نزام شك كده طيب يا حبيبي تمام فيه حاجة تاني طيب حضرتك دلوقتي ازاي صدوه وحضرتك فيش عز سانة بصالة بمؤذن اصطر حضرتك بساعت بيجو وانا بأزن ساعات وانت بتأزن وانا بأزن ساعات بيعني بحس شك كده حضرتك طيب بص يا حبيبي النبو سلام علمنا ذلك في نص صريحه واحتبر فتوى صريحة من سيدنا نبو سلام لما قالك لا تخرج من صناتك الا اذا سمعت صوتا او شممت ريحا فما دمت انا لما سمعتش الصوت بازني ما دمت انا لما اشم ريحا او مثل هزي الامور فان شاء الله لا تلتفت لكن ان كنت يا حبيبي صاحب عزو ربنا عفيك يا رب عندك حاجة اسمان فلات ريح ما بتمسكش نفسك او سلس بول او نقطد او نقطد طيب انا بتكلم على العام يا ربنا عفيك يعني عشان السؤال ده في ناس في ناس بتحتاج اتعرفه طيب اتفضلي حبيبي النبو خير النعمة اتفضلي ما ده النعمة سلام عليكم يا مولان عليكم بالسلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا تفضل السناع العايح اليك ربنا دارك فيك يا رب اللي خلديك ربنا يتوفي الغمة اللي احنا فيها ان شاء الله ستتزول ان شاء الله بدعواتكم الطيب المبارقة دي ان شاء الله احنا بن稱غي ليل ونهار يا فان دم الله ان شاء الله ستزول وفي قلب بلاء اللي جايれない على مستوى العالم كله على مستوى العالم ان شاء الله وسينجو منه المسلمون ان شاء الله ودامة وقريبين من الله سبحانه وتعالى وامتعدين اكبر من كده الحمد لله وربنا ينكرمنا إن شاء الله بإذن الله يا رب والله ما بلغنا رمضان يا رب إن شاء الله إن شاء الله أنصلي رمضان في جماعات والترويح ستأتي في ماء وإن شاء الله ما فيش أدل مشكلة عند ظن عبدي إن شاء الله بأمثالك واخت نعمة إن شاء الله ترفع الغمة على الأمة إن شاء الله إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم وصبيانكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا تعبانة وأكلمك والله يا شيخ من يوم الجمعة وأنا تعبانة بس قلت متابعة حضرتك فقلت أكلم حضرتك وربنا يا ربي كف الأمة اللي حتى فيها الدوامع يفتح الدوامع يد الأدام ويصلوا في بيوتكم يعني أول مرة تحصل معلش هي أول مرة تحصل بالنسبة للزمان بتاعنا إحنا الأجيال بتاعتنا إحنا يا أم نعمة يا أخت نعمة لكن هي حدثت قبل ذلك حدثت أيام الصحابة مثل هذه الأمور حدثت طاعون ده أيام سيدنا عمر الخطاب طاعون الشام وكان ومراح فيه حوالي 25 ألف كان منهم خيرة صحابة نابسسام زي سيدنا بوايد الجراح أبينا يا زي الأمة سيدنا بوايد الجبل أعلم يا زي الأمة بالحل الحرام وأعدت الأزمة وجاء الطوعين والغاية قريب من في 2012 تقريبا كان في مرض كورونا ده كان في بلد السعودية وعد الحمد لله فإن شاء الله أزمة وستزول لكن يا جماعة من استهترش برضو نأخذ بالأزباب إن شاء الله إن شاء الله عندك سؤال يا أخت نعمة ربنا بارك فيك يا رب ربنا برج فيك يا رب كان أخونا عبده ربنا بارك فيه كان بيسآنا في الجزيات ديت وققنا لو أنت صاحب عزر أو حد المستمعين صاحب عزر عندهم في لا تريح أو سلس بول بنسبة للطهارة جماعة لا تلتفت لا تلتفت فقط توضع عند كل صلاة بس الشرط إيه انك انت ما تتوضاش قبل دخول وقت الصلاة ساعة ما الصلاة تحين او تسمع المؤزن بيأزن او انت عارف النتيجة او الساعة ان الصلاة وجبت خلاص هنا تبدأ تتوضى حتى لو انت صاحب عزر عندك فلاتريح او سلسبول على فرض انت توضعت وحدث هذا الامر وانت لست بتتوضى فلود نفسه او انت دخلت في الصلاة هل تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة ان شاء الله لا تبطل الصلاة بس شرط ان احنا توضع بالنسبة لصلاة عزر انت توضع فقط عند دخول الوقت لكن لازل صلاة عزر وبتحدث احيانا لا دا يعيد اللي بتحدث على فترات دي بعيدة دا يعيد ويقضي صلاة حدث معه هذا الامر وان ما يلتفيتش للحاجات اللي احنا بسيطة ممكن لحتى تسمح صوتا كما قال النبي او تشم مريحا غير كده ما تنصرفش من صلاتك ولا تلتفت الوسوسة ان شاء الله طيب كنا بنقول يا جماعة من شروط صحة الصلاة طهرت السياب طيب السؤال اللي كنا احنا وقفنا عنده حكم حكم الصلاة في ثوب يجامع الرجل زوجته فيها يعني هو عزاكم الله بينمع زوجته او بيقضي وطره بسياب معينة او بلبس معين طيب عايز يصلي هل يباح له وهل يجوز له ان هو صلي في نفس السياب اه عنديش مشكلة خامس وورد هذا عن سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم بس ايه لو في نجاسة اصابة السياب بنطهر مكان او موضع النجاسة ونصلي عادي في السياب بتاعتنا ان شاء الله وبنقول يا جماعة برضو من استهترش ربنا قال خوزوا زيناتكم عند كل مسجد وسيدنا الحصر البصري كان بيلبس احب سيابه عنده او اجمل سيابه عنده دخوله للصلاة ويقول ربنا قال خوزوا زيناتكم عند كل مسجد فانت احنا بنقول على فرض ان انت يعني ما فيش وقت لسه تغير مع الجلاجة بتاعتك لسه على الحبل اللي عايزة تنكوك فانت عاوزت تصلي بقى وخلاص بالسياب اللي انت كنت فيه في هذا الحال فان شاء الله ما عنديش مشكلة خالص بس ايه تأكد ان ما يكونش اصابها نجاسة ولو اصابها تغسل فقط ايه المصاب من ايه من النجاسة طيب بنأكد برضو يا جماعة بالنسبة لطهارة المكان لازم اتاقل ان المكان اللي بصلي فيه طاهر الاشكالية هنا بقى والمشكلة هنا ايه ام جانا تفضل يا ام جانا الو تفضل يا ام جانا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بس ام اشيش نجوزي مريض جفان وعمل تغيير مصاب الجام ايه 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 تاني مرس سرطان وعمل تغيير مصاب الجام ربنا رب يشفه وعافية رب الله ما شفه وعافية هو دلوقتي بيصلي فبيطلع منه يعني ريح وكده من الدهاز اللي هو عاملو ده في الجام صاحب عزري يا اخته ده صاحب عزري عنده سنة سبع ومفلات ريح فده من صاحب الاعزار ان شاء الله يتوضى ساعة كل الصلاة ويصلي على حاله حتى لو الموضوع بيحدث معه في ساعة الصلاة احنا جاوبنا السؤال ده يا اختي اه كنا بنقول طهارت المكان يا جماعة نتأكد فبنيجي مثلا نلاقي اخت خاصة في المساجد اخت من الاخوات هي شكة ان السجادة اللي عتصلي عليها ده سجادة البيت اللي هي في الانطريق او في حجرة من الحجر شكة ان ابنها الصغير عامل حمام مع زرارة انا عزيكم الله عامل حمام في المكان فالمكان ما هوش طاهر فتعمل ايه فتجيب لك سجادة نضيفة سجادة صلاة او تجي فارشها على نفس الايه على نفس السجادة الموجودة لا غلط على كده المكان مش طاهر لازم يكون طاهر طهارة اصلية يعني انا ما بفعش افرش حاجة طهرة على حاجة مش طهرة لا ده انا ازيلي النجاسة خالص من المكان او ما صليش في المكان اللي هو فيه ايه في المشكلة دي دي بالنسبة لطهارة الايه المكان عندنا جماعة من شروط صحة الصلاة برضو يا جماعة السيد نادة تفضلي السلام عليكم عليكم السلامة وطلاب وبركاته اه وانا لما اجا صلي صلاة الفجر اقول صلاة الفجر ولا اقول صلاة ايه طيب ماشا حاضر الا قلت شكر الله يباريك لك حاضر ضوني اختنا ده تسأل يا جماعة صلاة الفجر وصلاة الصبح في فارق بينهم في فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفاجر صلاة الصبح يا احبة المقصود بها الفرد نفسه الركعتين الفرد اللي انت عاد صليهم جماعة و Verg 잠깐واحدك بس فرد بuta الفرد اسمه الصبح لكن صلاة اللي هي قبل الفجر قبل الصبح اللي هي السنة بقى اسمها الفاجر يبا السنة بتسمى الفجر الفرد بيسمى الصبح عشان نفر يا جماعة حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها فقال لك ركعتين الفجر مش المقصود الفرض المقصود السنة يبقى النبي قال كلمة الفجر فين في السنة فإذا كان ركعتين الفجر يا جماعة وبالله عليكم نركز على ركعتين الفجر دولة وصلاة الصبح الفرض في وقتها جماعة ونتوسل وندق الله سبحانه وتعالى لأن من صلى الصبح شوف الحديث بقى قال لك برضو الفرق بين الصبح والفجر من صلى الصبح فيه جماعة للفرد بقى اسمه الصبح فهو فيه زمة الله حتى يمسي فالسنة جماعة اسمها فجر والفرد اسمه الصبح ده الفرد حضرتك بقى عايزة تصلي صلاة الصبح أو الفجر الفجر ليه السنة انت بنياتك والنية محلها والقلب انت نويت ركعتين قبل الصبح لما الفجر ركعتين السنة خلاص انت نويت سنة خلاص النية محلها والقلب ما تقولش حاجة انت نويت ركعتين الفجر اللي هم السنة هتخش على الفرض بعدهم اسمهم الصبح انت لويتي ركعتاي الصبح نعم امريتاجة تفضلي مريتاجة السلام عليكم وعليكم السلام مريتاجة تفضلي والله حضرتك يا شيخ انا بسها كتير او في الصلاة بتسه كتير يعني يعني اعادها ولا اي بس هبص حضرتك يعني مش عارفة ليه يعني على طول كده كل ما صلي بعد ما صلي يعني ساعات برضو بحس ان انا مثلا نسيت ركع او كده فبعيدها في نفس الصلاة برضو وبصلي ركعتين سهوة قبل ما بسلم بس برضو يعني كل صلاتي مش عارفة حسن مش مقبولة عند ربنا استخدر للعظم يعني مش عارفة ليه انت قد تكون مشكلتك يا اخت مريتاج هي الخشوة اكتر من موضوع السهوة ده اعتقد والله على بصاحك كده ايو حضرتك ان انا يعني اكترية الصلاة بحس ان انا يعني اجعل اصليها برضو بعيد الصلاة بعيدها تاني لان انا مش حاسة انها متقبلة مش حاسة ان انا خشعة فيها كده بص يا اخت امرتاج رب يعني الناس الله سبحانه وتعالى السلام اولا معظمنا الا مرحمة رب وما ابرق نفسي ان احنا بنسحو في صلاتنا احنا محنش ملايكة ولا احنا اطهار ولا احنا مقربين ده نحن بشر نصيب ونخطئ وعايشين في شهوات وشبهات والدنيا تايها حوالينا ربنا يسلمنا جميعا يا رب فعاوز اقولك يا اختي ابشري ابشري ايه ابشري ايه ربنا قال طيب اتفضل السؤال التاني حضرتك انا عندي امي عندها زي يعني نصور شرجي كده فبينزل افرازات وكده غصبا عنها يعني باستمرار باستمرار على طول طيب احنا قلنا باستمرار دي بتتوضى ساعة بتتطهر تستنجى سواء بالماء او بالوسائل المتاحة سواء مناديل او غيرها بتستنجى اولا كويس بتتوضى مباشرة ساعة دخول الصلاة بيتصلي حدث هذا الامر يا اختها في ساعة الصلاة ما عنديش مشكلة ان شاء الله تمام كده كانت بتسألنا الله ما ذكرنا كانت بتسألنا في موضوع موضوع ايه نسيت نسيت وما انسلنا شيطان طيب كنا بنقول يا جماعة طهارة البدن والسوب والمكان دي من شروط صحة الصلاة طيب بعد كده خلنا على شرطه مهم جدا من شروط صحة الصلاة جماعة وعايزيننا حاول نفهمه كويس اسمه ستر العورة ستر العورة في الصلاة لان ايه المشئبة ايه الاسئة اللي بتقابلني هنا ايه حدود العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للصلاة طيب ايه حكم الرجل اللي هو بيصلي عزاكم الله مثلا بفنين لحملاء او بيصلي عزاكم الله ببرمودة مثلا او بانطالون قصير او ما شابه دي عورة ولا مش عورة طيب المرأة اساسا ايه عورتها في الصلاة ايه عورت المرأة في الصلاة جسمها كله عورة ولا في حاجات يباح لها ان تظهر في الصلاة وفي غير الصلاة طيب بالنسبة للسطر العورة جماعة طبعا ده شرط مشروط صحة الصلاة لكن العورة بتختلف او مقدار العورة بيختلف عندنا العورة المغلزة والعورة المخففة او بعض الفقاء المهيش عورة بالمرة خالص العورة المغلزة جماعة بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل هو القبل والدبر القبل والدبر دولة هي العورة المغلزة بالنسبة للرجل يعني حضرتك لو ظهرت عورة لك من العورة المغلزة دي قبل او دبر أثناء ركوعك أو سجودك في الصلاة أو منتش لابس سياب تقيلة بتشف عزكم الله لابس سياب شفافة بتشف العورة المغلزة يا جماعة المغلزة دي هنا لا يجوز لك أو لا تصحه الصلاة نازم نتأكد أن العورة المغلزة يعني تمام السطر بشيء غليز بشيء تقيل بالحدود بتاعتها ده بالنسبة لحدود العورة المغلزة بالنسبة للرجل العورة المغلزة بالنسبة للمرأة جسم المرأة كله عورة إلا ما ظهر منها زمن ربنا إلا ظهر منها زي ما سيدنا عبد الله بن عباس قال في تفسيراته الكفيني والوجه دولة التي هم دولة التي يعني يجوز للمرأة أن يظهر من جسمها ولا يبدين زنتهن إلا ما ظهر منها في الصلاة وفي غير الصلاة طبعا مع اختلاف طبعا في مسألة النقاب والقصة دي دي مسألة خلافية يعني بنتكلم في الفرائض اللي هي معلومة من الدين بالضرورة ليس عليها خلاف ولا جدال يبقى جسد المرأة كله عورة إلا ما ظهر منها اللي هو اليدين والرجلين اليديني والوجه معزرة في الصلاة نفس الإشكالية يبقى المرأة لو بتصلي تتأكد تمام التأكد أن جسمها كله مستور بغطاء واسع أو ملاية أو بسموه إزدال أو أو لأن النبي قال لا صلاة لحظ إلا بخمار الخمار ده كان بينزل على جسم المرأة كله وفي رواي ودرع سابغ يعني درع يغطي قدميها وارركز يا ستات في البيوت وانت بتصلي الله يستورك غطي رجلك لأن ديت من ضمن شروط صحة من ستر العورة في الصلاة موضوع تغطية القدمين فقط بس الوجه واليدين بالنسبة للرجل زي ما احنا قلنا العورة المغلزة ما ينفعش تبان في الصلاة ولا تكون تشاف أو مثل هذه الأمور الصلاة باطلة لكن هب دلوقتي إن واحد مثلا صلى ببرمودة مثلا هنقوله يا جماعة في الأصل في الأصل إننا زي ما ربنا أرخذوا زيناتكم عند كل مسجد وحاول أخذ بالأحوط في ديني واحتطل ديني وأخرج من الخلاف خلاف الفقهاء أي نعم الصلاة صحيحة إن شاء الله بالنسبة اللي بيصلي في ببرمودة أو بيصلي بفن الله حمالات إن شاء الله الصلاة صحيحة لكن أنا بقول لك يعني خذ بالأحوط وخذ بالأسلم لأمر دينك واخرج من خلاف الفقهاء لكن صلاتك صحيحة فعلى فرض إن حدثت معك مرة يعني أنت مثلا حضرتك في أيام الصيف على الشاطئ ولا بتاع ولابس لي برمودة ونزيل للبحر فحان وقت الصلاة يعني نقول لك ما تصليش مثلا عشان أنت حضرتك لابس لي برمودة بتاعه وصير أو لابس لي فنلة أو كت يعني نقول لك ما تصليش أنت لا صلي دي خلاص يعني وقت وقتين ضرورة تقدر بقدرها زي ما الفقهاء قال قالوا تصلي آخر بقى حاجة في شروط صحة الصلاة اللي هي استقبال القبلة جماعة استقبال القبلة واجعلوا بيوتكم قبلة الآن إحنا بنصلي في بيوتنا لحين ما تنتهي الأزمة يبقى مساجدنا هي مساجدنا مساجدنا هي قبلتنا الآن لكن قبلتنا إن إحنا توانا نتجه إلى القبلة المعروفة لكن يعني عشان برضو وقت حلقتنا انتهى استقبال القبلة وشروط صحة الصلاة يعني حضرتك لازم تستقبل القبلة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى لكن لو أنت تعصرت عليك القبلة مثلا في مكان بعيد مكان مغيم أنت ما عدرت تسأل وتتحرر القبلة يبقى اجتهد واستقبل القبلة حيثما وصل بك اجتهادك يعني دي كانت طلالة سريعة على شروط صحة الصلاة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في ختام هذه الحلقة أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يتقبل منا جميعا ورزقنا الإخلاصة في الأقوال والأفعال وأن يحفظ يا رب بلدنا وينجينا من الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن أن نجي المسلمين في كل مكان وأن ينجي المستمعين في كل مكان آمين يا رب العالمين وتعود إن شاء الله مصر آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد جزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته